قناة المسلم أخو المسلم الدعوية بوابتك للعلم النافع وازرة وزرة أخرى هذا في مواطن كثيرة من القرآن ذكر هذا الأصل الكبير وهذا من كمال عدل الله عز وجل وأن الإنسان لا يوخذ بجريرة غيره حتى لو كان هذا الغير أبا أو أخا أو قريبا أو بعيدا لا تزر وازرة وزرة أخرى كل يحمل وزرة نفسه والإثم الذي جناه هو وارتكبه فالشاهد أن القصة فيها دلالة على هذا الأصل الكبير في قوله معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذاً لا من الظالمين إذا أخذ غير الذي وجد عنده المتاع يكون هذا ماذا تحميل هذا الذي أخذ إثم الآخر ولا تزر وازرة وزرة أخرى إنما الذي يعاقب الذي ارتكب الأمر فلا تزر وازرة وزرة أخرى إن إذاً لا من الظالم هذا من الظلم يكون